بين هذه الأحراش تعيش عشرات الأسر النزحة في مخيم طور البهى في ظل ظروف معيشية معقدة جراء افتقارهم لمقاومات العيش الضرورية وفي مقدمتها الأغذية والمياه الصالحة للشرب معانا نسوان حوامل وامراض تعابة ومعانا قهال ومن مكين لما كين نذهب ندور الماء ما فيش وعادوا نحصل هيانا من الناس يسقوا وتلعبوا شبال ماء لا تعملوا شبال ماء ونحن لا تصبنوش مليون القهار وساخ حتى يصرحوا المدرسة بوساخهم المخيمات المهترئة هذه باتت سببا رئيسيا لقسوة العيش فيها نظرا لهلاكها وتأكلها المستمر جراء موقات الرياح وحرارة الشمس في وقت يتطلع هؤلاء للحصول على مساكن مناسبة للعيش حتى وإن كانت مؤقتة كهذه الغرف الخشبية التي حظي بها نازعون آخرون بعد أن وفرتها لهم إحدى المنظمات الدولية نحن خلنا شنا طلع معان قالوا نحنا ما معاناش كوروت ما نحنش مسجلين ما ندلناش قالوا Cyberpunk Yiğ sugar ونا عادا نحنا ش عملو لنا طلعنا لما معانا المحوال فوق قالوا أنتم شب المحوال فوق روحوا المحوال تحت رحنا المحوال تحت قالوا لطلعوا المحوال فوق يلعابوا علينا مناؤنا مناؤنا بالنسبة لهذا المخيم يعتبر المخيمات الكبيرة بالنسبة لطول الباعة فكان العدد كبير في بداية الأمر كان العدد كبير يعني كان هناك بعض منازحين يعني يذهب إلى بلد أو إلى مناطق أخرى ورقع المنطقة هذه أقل المجلس النوريقي يسجل الموجود في النزوح ولم يقد إلا هذا العدد وفي الأخير توافد نزوح آخر وللآن بدون مأوى احتمالية انتشار الأمراض والأوبئات في أوساط النازحين هنا تمثل هاجسا مقلقا للمقيمين في هذه المخيمات والمجتمع المحيط بهم خاصة في ظل الإنعدام التامي للأنشطة التوعوية والمياه النظيفة مع غياب ما يقابلها من الرعاية الصحية ونقص للغذاء وازدياد حالة سوء التغذية بنتي فهيما هذه هي تالت العادة من سوء التغذية المخيم يعني عادتها أكثر من مرة وما زال وزنها يتخفف ما يرتفع يعني استمرار الحكومة والمنظمات الإنسانية في تجهل النازحين هنا يعزز من فرص افتقارهم لسبل العيش ومضاعفة معاناتهم لا سيما مع التزايد الملحوظ للوافدين إلى هذا المخيم وغيره من مخيمات نزوح في محافظة تكاد تسجل النسبة الأكبر في عدد استقبال النازحين من مختلف محافظة البلاد سامي حبد الوهاب قناة بلقيس لحش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر